اشتركوا في القناة كيف تتعرفوا ان بعض الوقات تكون عندنا ملفات مهمة صور شخصية بيانات متعلقة بالعمل ديالنا اصرار عمل مثلا لذلك هالطريقة كتمنع اي واحد يقوم بارسال او حفظ واخذ معلومات من الجهاز وحفظها على مفتاح يو اس بي الطريقة هي كالاتي نقوم بالضغط على دماغي بعدها نقوم بالضغط على علامة ويندوز وعلى حرف اغ تتشاهدوا معايا نقوم بكتابة ريج ايدت ريجستر ايدت نقوم بالضغط على انتر نقوم بتأكيد الختيار اول حاجة نقوم بالضغط على نقوم بانشاء مفتاح جديد نقوم بانشاء مفتاح جديد بالضغط على اليمين ده نقوم بالضغط على ختيار نسل كتابة نضغط على enter بعدها قوموا بالضغط عليه على اليمين modifier ونقوموا باختيار رقم واحد لتفعيل الخاصية قوموا بتأكيد اختيار نقوموا بتجربة باش نشوفوا واش هنقدروا نقوموا بحفظ اي ملف او صورة على الفلاشة USB نقوموا بادخال الفلاشة اولا بعد ادخال الفلاشة للجهاز نقوموا بارسال الصورة تتشاهدوا معايا Retire la protection تطلب منا ازالة الحماية على الفلاشة لتمكن من ارسال الصورة نكرروا العملية نفس الشيء التحذير تقول لنا ان هاد القرص محمي ضد اي حفظ او نقل بيانات نقوموا بتعطي هذه الخاصية نفس الشيء نرجعوا نسل ملف ضغطوا على اليمين وخاصيات القيمة واحد نجعلها قيمة سفر نكتب الاختيار نقوموا بإزالة الفلاشة ونعودوا نقوموا إدخال ديالها ونشوفوا واش العملية تم تعطيلها تقطع اليمين نشاهدوا معايا تم ارسال الصورة وهذا تؤكد لنا ان خاصية تم تعطيلها نتمنى ان هاد خاصية وهاد الفكرة كانت مفيدة جدا للناس اللي عندهم بيانات وعندهم ملفات كيخافوا انها تسرق إلا عندكمش اسئلة أخرى او طلبات ما تردوش فيها زرونا على الموقع www.technosatellite.net توجدوا في جميع الدروس وجميع الشروحات او على صفحتنا في فيسبوك facebook.com slash technosatellite نخلكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته